اشتركوا في القناة والملك محمد السادس يجري اتصالا هاتفيا مع والدي الطفل ريان لتعاذيهم وتعاذي كافة الأسرة الفقيد وقد أعلن تلفزيون المغربي اليوم وفاة الطفل رسميا بعد خروجه من البئر التي سقط فيه بعمق 32 متر بعد مضي خمس أيام وقد أحضرت السلطات المغربية سيارة إسعاف وطائرة مروحية مجهزة للإنعاش الطفل بعد خروجه من البئر وذلك من أجل نقل الطفل إلى المستشفى بسرعة بمجرد التمكن من إخراجه من البئر لكن الوفاة حالة تقدون ذلك وأعلنت المصادر أن ريان أصيب بقسور أثر سقوطه داخل البئر من ارتفاع شهد وقد أكد التلفزيون المغربي البيان الدوان الملكي وقول الملك محمد السادس كان يتابع عملية تطورات إنقاذ الطفل ريان إن لله وإن إليه راجعون دعيين الله عز وجل أن يتغمدوا بواسع رحمته وأن يسكنوا فسيح جناته وأن يلهم أهله وزوي الصبر والسلوان اشتركوا في القناة